اشتركوا في القناة فَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِيلَ لَا وَمَنْ يُبْدِلِ فَلَا هَادِيَ لَا أَشْهَدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّلًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وَأَلَى أَهْدِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدٌ قال الله تعالى في كتاب الكريم يَا أَيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَاقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تُوَفَّ قُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ بَعْدُوَيْوَيْا وَعَرَتِهِ أَنْتُوا مَا كَسَبْتَهُمْ لِنْمُونَ وَأَنْتَهِ إِلَا نَفْسٍ مَا كَسَبْتَهِ أَيْهَا نَفْتَهِ أَنْتُوا مَا كَسَبْتَهُمْ لِنْمُونَ ترجمة نانسي قنقر 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 سبحان الله نانسي قنقر 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 الأسل المستثفى بينك أن اخذ في تورق ولا تخبر على تورق كأن إبن استخدم تورق سوف تروجه نحن أو يخبر في تورق نحن لديك في السماء أو تخبر في تورق الله سبحانه وتعالى تعرف عنك لأن الله تعرف عنك إن الله تريدك سبحان الله و يجعل يوم القيامة أن رأل المهجة يقول وإن كان هذا أفضل من خردل أن نعيده وأأفله هو ما أخيره لقشفه إليك سمولة الأطماء سبحان الله أو سمولة النار الاطماء الله سبحانه وتعالى يملكون وقالهم ويشفه في الوصول سبحان الله أو يملكون إليكوا سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لن تحاولون بها بها لن تحاولون من الأشياء للمشاهدة بمجرد الله سبحانه وتعالى فإنجد الله سبحانه وتعالى تقول في القرآن بطريقة جميلة يقول إننا نحن نهي الموتى ونقدم ما قضموا وآطارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين الله سبحانه وتعالى سنة في إلطاء مرحلة جدا سيقول لك أنا ، الله لا بني ريزوريك لا بني ريزوريك الارضة إيطانة حينك ي موت دواء أو أيها الجن أيضاً إيطانة الله لك أروني لكي أروني وأنه لا بني ريزوريك من أعرض جين يرون إلى منبتعه والجين يرون إلى الآخر سبحان الله كل شيء اللهم سبحان و solltesa يحصل بها وعندما يتحول وما كان ربك نسيا مِنَرَبْ سبحان و acompañرة لا تأخذه أسنطن ولا نوح الله سبحانه وتعالى سبعة الله ترشيب تنظر هذا الوحيد من الوحيدة أيضا سنطلع هذا يسمع سنطلع الله تعالى الله تعالى الله تعالى 夜 سبب نفسك أن дети سبب إική الله تعالى ما تعالى كله انتهت نفسك the present تظهر منbak كريمان يتساعد ذلك للافهم حيث معرفة جميعا و لا تتتوقع نهاده حسينها عالميا سبحان الله امام شافي يكشف اللعب سبحانه عمله انا أحد الثمانذاء لا تعرف اشترك يقول فهو تسعطى فإنه تتوقع تتوقع فعلا يعني فرقم العالمية يقول فإنه تتوقع فالي يكون ل tadi تتوقع لا تشاهدو أيها الم 싶ثة لأنه قليلاً لابن نكشف لا يعرف إذا لم نخشف شيئ ليس كثيراً لكن الله تعرف بعضر تشاهدو الله سبحانه وتعالى إن جميل راكت سنتظر مهم يachen امنا ايضاً ما سنتظر اللّن سبحانه وتعالى وماذا سترك بها في حالة الاجتماعي الله ستركها الحقيقة هي كلنا سترك إذا كنت أعلم أنني سترك أنت سترك سترك أيضا أنني سترك ماذا سترك في هذا المجد أو أي مجد ثم الإمام سترك بإذن الله سترك الله أكبر وكذلك تكبير كذلك تكبير من جنازة سبحان الله that is the final prayer for God escort me or for God escort you سبحان الله that day will come whether you like it or not so if I know I will be led if you know one day you will be led we need to lay a legacy where inshallah after all we are led by Allah that legacy will continue forerunned by the will of Allah سبحان الله and if it's a good legacy inshallah you will continue for accumulate the reward by the will of Allah until the day of resurrection and if there's a bad legacy now you left سبحان الله may Allah tell Allah no make you a monthly one day when you left bad legacy so beloved brothers and sisters one of the most beautiful contribution only for contribute upon and for contribute in the construction of this beautiful house of Allah سبحانه وتعالى many have already and many of us are yet to do we still see the project they carry on سبحان الله whatever little you can give for the sake of Allah all matter that says in the Quran whatever thing will you give Allah the multiplier Allah subhanahu wa ta'ala the multiplier whosoever will bring man jaaa billahasana whosoever will come yawmul qiyama with good deeds falabu ashrun amzaliha if they get tenfold of the one deed we make Allah akbar Allah akbar is there any any teacher where they make in this way subhanallah one deed one deed you bring of goodness in the year after subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala say I give tenfold of one deed Allah akbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say when a human being do one good deed Allah they multiply ten times seventy seven hundred by the will of Allah upwards by the mercy of Allah and when you commit one bath Allah akbar subhanahu wa ta'ala they grant you a key valent you know the multiplier that is the mercy of Allah that is the mercy of Allah akbar when I commit a sin and you commit a sin subhanallah you know what happened after you commit a sin or I commit a sin the moment the angel when he left Anwar for regular the one on the right they tell her say hang on wait for small but chance this person to do a good deed soon if you do the good deed by the will of Allah that good deed in a way that's evil for indeed all matter that says of the Quran innal hasanat yuzheeb nasihiyat the good deed the good deed a garipah for erase for delete the evil subhanallah there are times to salah inodou with salah inodou because our mind they wonder so much would they think here and there why should they in salah subhanallah that is only for engage in plenty good deeds plenty plenty good deeds by the image of Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he encourage me for the good deeds and Lord not belittle any good deed he say إِتَّكِنَّا وَلَوْ بِشِبْكِ تَمَرْ لَوْ بِشِبْكِ تَمَرْ لَوْ بِنْشَرْ بِسَلْ بُسَلْ بُسَلْ from hellfire لَوْ بِسَلْ بُسَلْ بُسَلْ from hellfire إِلَكْ لَوْتْ half a date one tamar if you share them into two the prophet alayhi wa sallam say no feel shy for give that half day to another person that half way give to another person for the pleasure of Allah it will be a source for saving you from hellfire إِتَّكِ النَّار لاُوْ بِنْشَرْ لَوْ بِسَلْ from hellfire إِلَكْ لَوْ بِسَلْ लَوْ بَاتْلِ إِتَّكِ النَّار لَوْ بِسَلْ وَسَلْ from hellfire إِلَكْ لَوْ بِسَلْ one lift by the will of Allah subhanahu wa ta'ala the project of Allah subhanahu wa ta'ala مَلْ ذَنَّذِي يُكْرِنُ اللَّٰهِ قَرْدًا اللَّهُ لَاظْ اللَّهُ دِعْسْ عمي لأن الله نerschوه وكما تتعلم يا رجل الله يحتج وعظت أيها الشديد الله يجنب من النجوم الله يعطي هذه المنفس برمالين By the will of Allah subhanahu wa ta'ala If you lay a Ramazan in dunya Ensure that you lay a land in Akhirah Where they take you in a Jannah Do not stand on the land where they take you in a Hellfire Subhanallah We are you staying in dunya He said of Ramazan Why are you still doing the wrong land May Allah forgive me May Allah subhanahu wa ta'ala Grant you strength My beloved brothers and sisters This is not an opportunity Give for the sake of Allah Remember Shaitan As shaitan هل يقولينه ادوكم الفاقه هل ي usando شيطان ث common do Thoth's ي downside 자ثير سبحانه الله سال니다 أخبركم عليك واموركم بالله وي易ائكم ليس كتبي سبحانه الله هناك من الشيطان هناك من درد أن نقال 남자 يـْفَدْتَا إني نعطل فإني اندي Forgive me pardon for the language but its the reality إن تاني جother Travel one will wonder why they call it هؤلاء هؤلاء assessments إنها كافية حرامة محرك لكي يغلى على فتى الحرب لأسياء موسلين يساك في كل مائلة كانت مضينا أيضا يساك في جماز ويأتي امضي ثم أن يكون قبل الوحيد لأسياء موسلين يساك في سبيل أسمع الله أسمع الله وعما تشاك في سبيل كيف أن يساك في طريق الهدف يقول له رأس اللهثر يُعطينا أيها الأرقائي سنعرف لله سبحانه وتعالى لكم سنتعرف لله هذه هذه الأموعة لمدة حيث بمشكل جيد بمجرده من الجزب سكون من المكان سلم يصل بالنسبة إلى الجزب بالطبع الدكتور لله حيث تعلمين ماذا سنعرف ايه يقطع العامل هذه مسجد أن يقول الله أكبر ويقول الله أكبر يقول الله أكبر ايه يقول الله يقول الله يقوله سبحان الله ايه او بيكال تعيقه لهم يقوله لماذا؟ لألكم ، أنه يستطيع اماما تباهم العامل هذه حماية والقدم في 10 بغض الله تعلم أن هذا الفيديو من 10 بغض فهي لديه من هنا بغض ، الله تعلم تيغز على سيهة وال feeds الله سبحانه وتعالى Maybe among them when they contribute in them beautiful projects Not only in Bramelaic but whatever place inshallah We see good projects that go on for the pleasure of Allah Let's be part of it. May Allah سبحانه وتعالى forgive who mistakes them May Allah سبحانه وتعالى strengthen we يرجى الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم بعض الوصف لديهم يجبون الرسول لك لسهول الليل dicen لديهم понадعوكم لسهول الليل سبحانه وتعالى رسول اللهم صلى الله عليه وسلم يجبونه ونجمع الشباب وبركة لنسلهم لأنه تناوله فريقا لسهوله سبحانه وتعالى يس问هم يسألهم 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 ماذا يمعنا يسألهم ëماذا يتشاهدون يمعنا أحب كل الحياة موضوعًا من كبير واليجاب واليجاب المبادين مجال الأولون يقولهم سيقولون الله صلى الله عليه وسلم بدأنا أن نعدك هذا صديق واليجاب ان تكون travel الوديو لماذا؟ لأن فقط نحن هنا نحن 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 نحدث سبحان الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيههم شيئاً هذه النساج إلى عنهم تخبرتهم اقول لك انه أن النهاز لا أسناء لهم بالنسبة لهم تعانيين من أرده إعادا يظن تعالية أحتى cetera أن ما wack downloaded من ذلك أن Zoe مشكلت كثيرًا لها تعالى لن تستخدم مدعم لأنها تتارجتك بالجميع لغلقiem لونوش إنهمانinya chce ش bilingual أنهم لا تنميوا مدعم 3 westerns كانت معنون وما تنم فعرض معنومة لأ loops أو مُخرج فلما مثل لأن يبدأ من ذلك الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكذلك تن تن موضوع وكذلك حسنة سبحان الله إنه حسنًا عندما تسهل دنك امتحك بقشان تعمل سبحان الله تحطمني شكرا للمشاهدة but to steal the shopping for dunya الله أكبر may Allah forgive me beloved brothers and sisters whatever little or more you possess now don't wait tomorrow don't delay not delay for good deeds because if you delay shaitan will attack you now that you listen to a lecture by the will of Allah and Allah touchy heart for being part of this project do it at once don't wait tomorrow don't say tomorrow you know why I never wait tomorrow because tomorrow does not belong to me or you tomorrow belongs to who? to Allah alayhi s-sahe and the Prophet alayhi s-salaam he encouraged me that whatever you are to do now do it now don't wait tomorrow don't wait tomorrow may Allah subhanahu wa ta'ala grant you strength may Allah subhanahu wa ta'ala make among the ones that will invest in this beautiful project in the house of Allah subhanahu wa ta'ala we've tried a lot subhanahu wa ta'ala we've done well by the will of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah subhanahu wa ta'ala bless all the contributors them we don't contribute in one way or the other for ensure that this most critical say may Allah bless them those where they are here or outside of the country may Allah subhanahu wa ta'ala bless them all those who don't contribute to Islamic project them for prepare the deen by the will of Allah we are above the earth around the globe Allah knows may Allah bless them may Allah grant them jannah to come down may Allah make a meal for them for enter inside jannah by the master of Allah subhanahu wa ta'ala for those of us who are yet for the part beloved brothers sisters like I said we all possess something for fine jannah by the will of Allah subhanahu wa ta'ala if Nebu give physical cash then give mental cash by the will of Allah mental cash by the master of Allah subhanahu wa ta'ala ensure that you direct by the will of Allah but there are times you don't get the money for spend but you get the physical strength use them for the pleasure of Allah get water by the will of Allah ensure that you mix motor by the will of Allah subhanahu wa ta'ala ace one block in order for raise a block above you by the will of Allah remember the grave in the tea is so huge you want for light in her you can do it on the dunya I can do it on the dunya how? by engaging in good deeds inshallah when I'm in the grave or you in the grave inshallah if you do good deeds for the pleasure of Allah Allah subhanahu wa ta'ala they expand the grave and they lighten the weeds subhanahu wa ta'ala and you can enjoy that beautiful place resting waiting for enter inside jannah by the master of Allah subhanahu wa ta'ala so beloved brothers and sisters the opportunity is now by the will of Allah in dunya we walk for akhira by the master of Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam motivate to one of the most beautiful motivation we are one to aid of it tells me it says man banna bayt dinna whosoever will construct a house for the pleasure of Allah meaning a masjid for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala or a structure for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala you know what did happen? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say banna allahu lehu baytan fi jannah Allah they build a house in jannah for that individual day whether a male or female whether a male or female and he believe in Allah subhanahu wa ta'ala or majal say fa lannuhiyanahu hayyatan toithibah or matter they grant a beautiful life a beautiful life subhanahu wa ta'ala when? when you meet Allah subhanahu wa ta'ala may Allah subhanahu wa ta'ala make you among the wonder when you build a house for the pleasure of Allah one who say but I don't get the economical strength for build a masjid single under me don't worry Allah know what it is happening Allah will reward you more than a basement you bring that's the beauty of Allah the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala we all know our construction difficult today in dunya if Allah constructs for you a construction he don't get any weakness today we don't see some policeman boku boku money a whole one constructor can't construct a construction for her after when this constructor construct the construction the same person will call this constructor he will look at the construction he said look why these places are burnt so how come these places are big so how many money will you spend if Allah build for you no leakage no weakness subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala you know why because Allah may in create you in no way to elect in no way to fit you in no way to do for you may Allah forgive your mistakes there may Allah strengthen me may Allah subhanahu wa ta'ala accept all the good deeds may Allah subhanahu wa ta'ala make me among the ones where they sent good deeds before by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah not make among the ones where they destroy the good work them by bragging about them subhanahu wa ta'ala by feeling too good of a good deeds never ever never ever feel too good of a good deeds because you don't get any assurance Allah they accept it is by the mercy of Allah don't show off don't brag don't believe if they don't praise you don't worry you do it for who for Allah so whether they announce some or they're not announce some it don't concern you for Allah will reward you human beings cannot reward you in fact they will find faults but it did the way you do may Allah subhanahu wa ta'ala strengthen all may Allah grant you not to fill doubts may Allah grant you the strength for complete these projects and all the good projects they're more engaged in may Allah grant you completion for those of us where they in even project may Allah change them to goodness by the mercy of Allah may Allah may come on the one where they have goodness in dunya and also meet goodness in akhirah by the master of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah bless the promoters of the team by the will of Allah may Allah bless this nation may Allah may Allah end the coronavirus for those who are struggling around the globe may Allah ease their fears may Allah grant victory to the believers and over the oppressors by the will of Allah may Allah grant you tranquility and be life by the master of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah bless this nation may Allah glorify this nation آل الله عددace them to publicize them. بَيْدِ مَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى for those who are sick internally and externally بَيْدِ مَا أَلَّى لَكْرَدْ لِلشِفَاءٌ إِلْ أَعْدِيٌّ بَيْدِ مَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُنَّتُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّكَ تَغْلِرُ بِالْحَقِّ وَلَا يُقْبِعْ عَلَيْكِ لَا إِلَىٰ إِلَىٰ أَنْتَ سُبْحَانَكِنَّ قُنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ أَسْكُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ وَلَا حَوْلَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيُّ عَلِيُّ عَظِيمِ اللهم انصر من نصر الدين واخذ المنخر للمسلمين آمين يا رب العالمين